فجاء عندنا هنا في كتاب منح الجليل في الفقه المالكي هذا يعني شرح معروف في الفقه المالكي يقول هنا وتندب الصلاة تندب يعني تستحب يعني أنها سنة ليست بواجبة لكن مستحبة يعني فيها أجر أن الإسلام يحث عليها مشروع تندب الصلاة للزلزلة يعني حين حصول الزلزال ونحوها من الآيات المخوفة لأن الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفة كالوباء والطاعون كالوباء والطاعون مقصود هنا هنا يتكلم حول صلاة هي مثل صلاة الخصوف عندنا صلاة الخصوف مثلا ثابتة عن نبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الخصوف فقام وصلى وفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام لأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يخوف بها عبادة فهنا العلماء يناقشون مسألة هل يشرع كذلك أن تقام صلاة مثل صلاة الخصوف فيها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والاجتماع للصلاة وغير ذلك هل يشرع ذلك في حال مثلا بقية الآيات كالزلازل وكالأوبئة والطواعين وغير ذلك وأنا أعلم أن هذه التفاصيل الفقهية هنا فيها خلاف هذا لا إشكال فيه نحن هنا لسنا في صدد مناقشة هل ينبغي إقامة هذه الصلاة أو لا تقام الصلاة لا لأن هذه الصلاة كما قلنا صلاة يعني منهم من يقول مستحبة منهم من يقول واجبة إذا أمر بها السلطان كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل لكن المقصود هنا يضاح أن العلماء لم يخطر أصلا على بالهم مسألة تعطيل الجماعات تعطيل اجتماع المسلمين للصلاة حتى في غير الصلوات الخمص فيقول هنا يصلون أو نحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا يعني فرادا وجماعة ركعتين أو أكثر وعن اللخمي ندب ركعتين وتجب بأمر الإمام فعندنا هنا يجيز هذه الصلاة أن تؤدى جماعة حتى في زمن ماذا الوباء والطاعون بل يقول هنا عن بعض العلماء تاجبوا بأمر الإمام يعني تصير واجبة كانت مستحبة كانت يعني مشروعة لكن إذا أمر بها الإمام السلطان فانظروا سبحان الله هنا يعني طاقة السلطان هنا حدود أو سلطة الحاكم في دين الله عز وجل ليست في منع الصلوات ليست في إغلاق المساجد بل إن قيل أن له سلطة في مسألة الصلاة فسلطته هنا في حمل الناس على الصلاة وليس في منع الناس من الصلاة في حمل الناس حتى على صلاة ليست بصلاة يعني هي من الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الأصل كما قلنا لست هنا في صدد يعني ترجيح قول على قول ليست هنا المسألة مسألة يعني ذكر خلافات الفقهية وغير ذلك وإنما أريد أن أنبه على مسألة أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى لم يخطر ببالهم قضية هنا تعطيل الصلوات وتعطيل اجتماع المسلمين بسبب الوباء أو الطاعون كذلك في شرح الخرشي لمختصر خليل وهو كذلك في الفقه المالكي يقول هنا ويدخل في ذلك الصلاة لدفع الوباء والطاعون لأنه عقوبة من أجل الزنا تأملوا يا أيها المسلمون تأملوا في زماننا هذا صار سبحان الله من يقول بأن الأوبئة تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى يتهم بالتألي على الله عز وجل يتهم ربما حتى بالتطرف عياذا بالله سبحانه وتعالى فهل هذا الإمام المالكي الفقه المحترم هذا كلام يعني هذا الكلام منقول من تراثنا الفقهي ليس هذا الإنسان بمتطرف ولا بإنسان غريب على الفقه أي إنسان يدرس الفقه وإنسان يعني يدعي أنه من أهل العلم أو من حملة العلم ليس أمامه إلا أن يحترم أمثال هؤلاء العلماء هذا أمر أمر معروف فيقول لك هنا الوباء والطاعون عقوبة من أجل الزنا من أجل انتشار الفواحش فتخيلوا في زماننا هذا لم يتوقف المسألة لم تتوقف عند الزنا بل تفننوا زادوا أكثر من الزنا عياذا بالله سبحانه وتعالى مما لا يذكر أصلا يستحي من ذكره عياذا بالله سبحانه وتعالى فهل هنا دور العالم أن ينبه الناس على سبب العقوبة التي تنزمي الله سبحانه وتعالى أن يحذرهم عذاب الله عز وجل أم أن دور العالم أن يبرر للحكام إغلاقهم للمساجد وتعطيلهم للصلوات عياذا بالله سبحانه وتعالى ثم يقول بعد ذلك فيصلون أفذاذا أو جماعة نفس الشيء هنا إذا لم يجمعهم الإمام أو يحملهم على ذلك يعني إذا لم يلزمهم الإمام بذلك فيصلون جماعة أو أفذاذا ثم يقول بعد ذلك في الأخير هنا والذي يظهر الوجوب إذا جمعهم الإمام على ذلك يعني أن الإمام إذا جمعهم على هذه الصلاة الصلاة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى طلبا لدفع الوباء ورفع البلاء يقول هنا وإنما شرعت الصلاة لذلك لأنه أمر يخاف منه لأنه أمر يخاف منه أي يعني من الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده عندنا كذلك هنا نقل من الدر المختار وحاشيته وهذا مرجع معروف جدا في الفقه الحنفي يقول هنا عندكم النقل الكامل لكن هنا أركز هنا ومنه الدعاء برفع الطاعون يعني الدعاء يعني الصلاة للدعاء وليس فقط مجرد الدعاء ومنه الدعاء برفع الطاعون أي في عموم الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء قال في النهر فإذا اجتمعوا يعني إذا اجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة ليدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا الوباء يقول صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه ينوي بهما رفعه من المعاصرين الشيخ مخلوف عليه رحمة الله تعالى وهذا كان مفسيا لمصر إلى سنة 1954 على ما أذكر والله تعالى أعلم فهو من العلماء المعاصرين يقول هنا يجب ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند تفشي الوباء يعني لا ينبغي إنسان إذا صلى في جماعة يحرم عليه يقول يجب أن يترك المصافحة يحرم عليه أن يصافح من أمامه من صلى عن يمينه أو شماله زمن الوباء ما هو المفهوم من هذا الكلام أن الصلاة جائزة لو كانت الصلاة لا تجوز يعني لا كان الشيخ من الأول يقول الناس لا يجب يجب عليكم تركوا صلوات الجماعة يجب على الحاكم أن يغلق المساجد زمن الوباء وليس هذا الذي قاله عليه رحمة الله تعالى طيب عندنا كذلك هنا فتوى فتوى علماء مصر من القرن الماضي جاء هنا في مجلة المنار ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى